السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مع مسي وليد مصطفى على قناة فينشاوي في سلسلة الخلاصة خلاصة المراجعة النهية للثانوية العامة وهنشتغل في الفيديو ده إن شاء الله في خلاصة المواقف سؤال المواقف من 9 درجات يعني إيه؟ يعني بيديك 10 جمل وإنت تختار منهم 9 طبعا هتحلهم كلهم ومعاك جملة أو موقف ممكن تغلط فيه لإنك مش هتتحاسب على درجة فيه طيب وإنت بتشتغل في المواقف لازم تركز كويس أوه في بداية المواقف وفي نهاية المواقف دي أهم نقطتين مهمين جدا ومن غير ما تكلم نظر كتير يلا ندخل في الحل وركز فأنا بحل إزاي وتعلم مني لكي تستعلموا عن عنوان صاحبك أنت تقول له أنت اللي بتستعلم فأنت هتقول هتقول السؤال السؤال عن إيه؟ عن عن عنوانه يعني أين تسكن أنت من أي أصل يعني أصلك إيه؟ أصل بلدك إيه؟ أين تسكن؟ هذا الاختيار الصحيح كيف تجد هذا المنزل؟ كيف تجد هذا المنزل؟ يعني ما رأيك في هذا المنزل؟ أنا قلت خلاص الاختيار الصحيح لكي تستعلم عن سعر الموز أنت برضو بتستعلم يعني بتسأل فأنت هتقول السؤال عن سعر الموز فين السؤال اللي هنا مفيش غير ده؟ كيف تجد هذا المنزل؟ خلاص بدأ الاختيار الصحيح بس الأزم أقرأ الباقي برضو سا في ست ليفر بسبعة جنيه؟ أريد 1 كيلو دو بنان أنا أريد 1 كيلو موز أمي تسأل صاحبك يسألك كال موين تساعد ما وصلت الموصلات يجب أن يأخذها؟ أنت تقول له أقول له أقول له أقول له أخذ المترو ليس هنا فأقول له أنه سنصل متأخر أمي تسأل أمي تسأل لكي تسأل لكي تتعرف رأيك في لبسك إم تلابس لبس لبس وعيس تتعرف رأيك هو فأقول له أنت ستقول له أقول له كيف تعتقد كيف تعتقد فيه؟ هذا الاختيار الصحيح ما رأيك فيه؟ كيف تتعرف ما ترتب؟ ستتفعل بوتيك ستتفعل لا يوجد لا يوجد يجب أن تسأل لكي تسأل أحد الزملاء ما يفعله في المزرعة؟ يقول أنه سيرد يقول في المزرعة خبالك أنشطة المزرعة سيقول بلعب ألعب فيديو في المزرعة؟ أكيد لا بروح للمكتبة برضو لا جو دونا منجئ و لا بأكل الأرانب لو Pâtissier رجل الحلواني يسأل اما تريد أنت ستقول 2 كلوب برتقال لا لدي الجيل زجاجة مياه معدنية لا لدي الجيل أكيد لين يكون دونا منجتبي تدري الميزيك أنت تعشق الموسيقى استطلعت ماذا ؟ أنت بشراء لا أحب الموسيقى الموسيقى هي شغیفة و هويتي في الإختيار الصحيح الموسيقى أنا أكره الموسيقى بردو لا يقول لك انت بتسأل جارك أين نحب أن يقضي أجازته وفو ديت انت هتقول ربالك انت بتسأل فانت اللي هتقول يبقى أنا أقول السؤال والسؤال عن إي عن أين مع من تقضي أجازتك أنا بسأل عن أين متى تنطلق للأجازة بردو عايز أين ما هو مكانك المفضل ده اللي بيسأل عن المكان وده الاختيار الصحيح هنا إنت بتسأل صديقك ماذا نلبسه في الجيمناس في سلطة الألعاب الرياضية هو هيرد يقول لك هنلبس بدلة طبعا هنلبس ترينج تمام ماذا نلبس لكي نالعاب الرياضي ده لو انت اللي هتسأل فهنا نرجع نركز تاني إنت بتسأل هو هيقول أنا بسأل يبقى هو هيقول الإجابة يبقى هختار أنت بتسأل صاحبك يطلع إيه هو هيقول إنت سألته فهو هيقول إيه لازم تبقى عرف أن مشروب مشروب كده لونك هزينك هتنعناع هو أحد المشروبات أو نوع من المشروبات ده الاختيار الصحيح أنا بتناوله على الفطار أنا بحبه أو بعشاءه ما لهمش علاقة أنا هنا بسألك يطلع إيه فتقول لنا ده مشروب موسيقى ووو دمانده أهو تسأل صاحبك سكو لبولانجير في إيه اللي خباز بيعمل ووو ديت إنت هتقول حبالك إنت اللي بتسأل فإنت اللي هتقول بس سؤال كالي لاناتور ده تحفاج ده بولانجير ما هي طبيعة عامل الخباز هنا كي تحفاج لبولانجيري من يعمل في المخباز هنا لبولانجير فانده كرسان دي إيه بتسؤال إن الراقل ده بيبيع الكروسان vous parlez de ce que vous faites إنت بتتكلم عما أنت تفعله على فتة دي printان في إيد الرابيع vous dites إنت هتقول في إيد الرابيع بتعمل إيا برينس ce jour-là في هذا اليوم on mange des poissons صالي بنا كل أسماء ممالح ده إختار الصحيح إيد الرابيع بيكون يوم كذا في إيد الرابيع جاو جميل أنا ألتلك عن إي اللي إنت بتعملو يبقى هذا اللي بنعملو vous exprimez أنت تعبر عن أمنيتك vous dites أنت تقول je veux être un grand footballeur هذه الإجابة الصحيحة أريد أن أكون لعب كرة القدم كبير في رأي الرياضة تكون جادة للصحة مالهاش علاقة بابا يا أبي je peux aller ممكن أذهب إلى النادي عشان لعب كرة القدم دستيزان vous demandez votre خمي تسأل صديقك ce qu'il fait عما هو يفعله quand il ya دولابلوي عندما يكون هناك مطر il dit هو يقول عندما يكون هناك مطر يعمل يتفسح في الحدائق أو يأخذ المظلة طبعا يأخذ المظلة أو يأخذ المظلة طبعا هذا الإختيار المنطقي votre part travail بابا يعمل dans un supermarché في السوبر ماركت vous dites أنت هتقول ماذا هو طبيب أو مهندس أو بائع طبعا بائع votre خمي صاحبك vous demandez يسألك ce qu'il عما vous fête أنت تعمل la company في الريف vous dites أنت هتقول طالما ريف هقول بركب حسان هذا الإختيار الصحيح هنا بحب بروح الريف أنا هنا بسألك عما تفعل ماذا تعفعل في الريف هنا لو كان قال لك هو يقول هنا صديقك يسألك أنت تقول الإجابة لكن لو هو يقول سيقول السؤال ده إذن الاختيار الصحيح هنا هي جومانت يسألك كالانيمال يعيش في الحظيرة هنا الحظيرة بتاعت البط والطيور ستقول أم بتنظف المكان ده ولا يوجد حظيرة خلف المنزل ولا البط طبعا هو البط يعيش في البط ده الاختيار الصحيح بالنسبة للسؤال ده ستقول رحلة بحرية أو نيلية ستقول عايز أعمل رحلة سأقول ايه سأقول انا رايح أخذ المركب هركب مركب لا دي تنفع ولا دي تنفع بالنسبة للكلام ده تقريب تنفع على البلاج بتوصف لبسك على البلاج ستقول ايه هل بس بدلا سودا ولا جاكت والجين وبانطلون جينز ولا شوارت وتيشيرت طبعا البلاج يبقى شوارت وتيشيرت ستقول صديقك يسألك ساكم ما ايه اللي بنضعه علشان زين الصلاو طبعا هو طابلو اللي هو اللوحة الفنية او طابلو اللي بيكون متعلق متباروس ده طابلو ده شوال لول كومودينو مالوش علاقة بالسالون تغوار الادراك دي بيكون طبعا مش موجودة في السالون موسيقى اخوك موسيقى يسألك ما يوجد في السالة في السالة سأقول هو الذي يسألك فهو سأقول الإجابة سأقول ماذا نجد منتجات مجمدة السالة تكون في المطبخ ماذا يوجد في السالة سؤال لو هو سأل موسيقى اخوك يسألك ما لابن يأكل الارنب يأكل الارنب يكون ابيض انا بحب الجزر الموج دي هو بيكل خضرة ده الاختيار الصحيح انت بتتحدث الى صديقك عن وصفة او طريقة عمل هلو ازاي هقول انا بشتري عشر بيضات من المحل البقالة ولا انا بحب او انا اضع خمس بيضات طالما وصفة يبقى انا اضع خمس بيضات وصفة طبيبك ينصحك ايه هو يقول ايه احسن ايه اخذ الادوية في الموعد ده الاختيار الصحيح اتسأل صديقك او ايه ايه يشتري الموز ايه 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 انا اعيز ايس كريم بالاناناس البانان سان سيغ التابل الموز يكون على الترابيز مالهم شعلاقة جو ايه ايه اذهب الى السوق يبقى هذا الاختيار الصحيح والمناسب هنا سيغ انت تنصح اخوك اللي عنده الم في الرأس سيغ ايه اعمل واجباتك او استريح شوي او اروح المكتب علشان تقرأ عنده الم في رأس ويعني صدع سيغ اقول استريح قليلا صديقك يسألك عما يتأخذه على الافطار الدي هو هيقول خب بالك هو اللي هيسأل هو هيقول السؤال كم واجبة بتأخذها في اليوم كيسك تيام مانجي لو متى ما ستحب ان تأكل صباحا الافطار بيتاخد صباحا يبقى دا الاختيار الصحيح هنا اكل متى تتناول الافطار هنا بيسألك عما تأخذه تمام يتأخذ ايس كريم يتأخذ البائع سيقول لك يتأخذ هذا المحل الحلواني يبيع ايس كريم غلط أنت تريد بأي مذاق طبعا دا الاختيار الصحيح أنت تسأل صاحبك عن مهنة اباه هو هي رد يقول ايه انا سألته فهو هي رد يقول بابا طويل انا سألته عن المهنة برضو ابي يكون مبتسم واجتماعي ملا هاش علاقة بابا يكون طبيب بيطري دا الاختيار الصحيح سألته أنت تسأل صديقك أين يضع الكمبيوتر بتاعه يقول هو هي يقول سألته على البيغ وضعه فوق المكتب دا الاختيار الصحيح سألته تحت السرير مالوح غير منطقي سألته داخل الريدو خلف السيطرة برضو غير منطقي فوق المكتب أخوك في غرفتك أو في غرفتك مالفاف ولكن الجو برد أنت تقول له الجو برد أنا هقول لأخويا لا تغلق الشباك اغلق الشباك لو سمحت الشباك يكون مغلق هقول له طبعا اغلق الشباك الجو برد فقفل الشباك صديقك يسألك في أي قسم في السوبرماركت تشتري فرقة سأقول طالما فرقة يبقى على طول غيان فياند قسم اللحوم سألته أنت تسأل صديقك ما يجب الأشياء يجب أن نمتلكها في حصة الألعاب أو حصة التربية الرياضية يقول هو يقول سو سن باسكت هذه تكون كوتشي ولا يجب أن يكون لديك طاق مرياضي لتشارت ويسير الفوطة يجب أن يكون معك مألم طبعا الاختيار الصحيح والمناسب هنا فتخامي يريد أن يلتقي صور ولكن لا يوجد ولكن ليس معه الجهاز التصوير بتاعه أنت سأقول له سأقول لك سألت أن سألت لك الجهاز أو آلة التصوير الخاصة به فتخامي أنت تسأل صاحبك لماذا يوجد مال وفنت لماذا لديه ألم في البطن يقول هو يقول جي مانجي بكو دو جاتو أنا أكلت جاتو كثير يوجد نموس بالخارج فتخامي مامتك سأقول لك فارم الفنات خد تشامر اغلق نافذة غرفتك اقفل الشباك فتخامي أنت تنتظر عن أوضبس إلى داخل لكنها فتخامي وضع إضافة تطيق سأرخي أغلق انتهت اغلق انتهت أغلق انتهت نحن فكرة سأقول سأرخي انتهت سأرخي الضخم لك سأرخي سأرخي انتهت سأخي لماذا يريد أن ينام يريد أن ينام هو سيقول لأنني مجهد لأنني مجهد لأنني مجهد لأنني متعب أو مجهد أو أنني أريد أن ينام يبدو متعب تمام أمي تسأل ما تسأل ما تسأل ما تسأل ما تسأل ما تسأل أمي تسأل ما تسأل ما تسأل لأن يصل إلى المدرسة تسأل أنك تسأل لا تسأل لا تستعظ في لحظة الإثارة سأريد أنك أفرح يجب أن يسأل على المدرسة لأنك تسأل أنك تسأل لأن يسأل على المدرسة يجب أن تعوية یاً حسنís تسأل للبنات صاحبك بيسألك عن طبيعة عمل المدرب هو هيقول قبلك هو اللي بيسأل فهو هيقول السؤال اللي هو ده ماشي ماذا يفعل المدرب لو انت اللي هتقول بقى هتقول اللي دي انه هو بيحط خطة اللعب صاحبك بيسألك لماذا أنت تذهب الى المكتبة انت هتقول المكتبة دي مكتبة الشراء والبيع يعني المكتبة تروح تشتري منها كتب او ادوات مدرسية وخلافة هقول ايه بوغا اشتري كتاب حبالك عشان ليغ يقرأ مش هنفع اروح اقرأ هناك انا بروح اشتري لكن اللي بقرأ فيها هي البيبليوتك او الايه 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 تسأل صاحبك الفرنسي يعني الاماكن السياحية في فرنسا ايه الدي هو هيرد يقول ايه اه اه ماتحف في اللوور وي لا توري في البورج ايفال وو دمانده ايه انت تسأل زميل المواد الدهنية او السمينة اللي هو بيأكلها هو هيقول ايه الخضروات لا اه اللحم لا اه جميع بره سير ما تغتين المواد الدهنية هي هنا الزبط. الزبط والزيت. هنا ما فيش غير الزبط. صاحبك بيسألك ماذا البط يعطينا? انت هتقول له ايه? يا طرى البط بيعطينا ايه? يعطينا لحم. تمام? ده الاختيار الصحيح هنا. اخوك الصغير بيسألك العربية بتسير على ايد. طبعا ده في الواحدة الرابعة اللي هي الزبط. اخوك الصغير بيسألك. ماذا تأخذك؟ اخوك الصغير بيسألك انت هتقول لما تأخذ طائرة؟ انت هتقول لك لكي يسافر كونغ وحلت خارج البلاد. ستسألك لديك فرانسي. بتسألك عن عدد واجاباته اليومية. انه سيرولي يقول ايه? هو سيرولي يقول ان بخور 4 رباة بجانر. بناخذ 4 واجابات في اليوم. زميلك يسألك كيف تجد التسلق للجبال يعني شايفها ازاي انت هترد تقول لازم تقول رأيك لازم يبقى فيها رأي لانه سألك سؤال الرأي هقول يلزم حبل عشان نمارسها لا انفيدوا الاسكالات على المونتاني بنمارسها في الجبل برضو لا انها رياضة خطيرة ده رأي ده رأي الوحيد اللي هنا اخوك الصغير يسألك كيف يحرس المزرعة انت تقول انت هنا تسأل عن فاعل غير عاقل اللي يحرس المزرعة يقول لشين انه الكلب يسأل صاحبك متى يأكل المحار اللي يقول هو هيقول يأكل المحار على الغداء هنا الجابة الوحيدة المنطقية تعبر عن رأيك التعبير عن رأي اللي يصير معينة انت هتقول ايه؟ ده سؤال ده سؤال برضو انا اكون معا ده تعبير عن رأي انا معا العمل داخل المجموعات الطبيب يسأل المريض اين الألم الملدي المريض هايقول ايه؟ جاي مالو فانتر اشعر بألم في البطن فريق صديقك كسب المباراة انت هتقول ايه؟ كل تهانئي يعني معا خالص تحياتي وتهانئي تسأل عن سعر الخبز للبائع انت هتقول ايه؟ انا بسأله عن السعر هقوله ايه؟ ثلاثة باجت سيكم بيان بكم؟ ده السؤال الوحيد عن السعر انت بتسأل احد الزملاء ايه اللي بنشتريه من قسم منتجات الألبان الدي هو هيقول زيت وعدس لا زبادة وزبدة هذا الاختيار الوحيد المناسب هنا هنا مياه غازية برضو لا ساعة تسأل احد سيديك انهπου انه يأخذ انه يحدث انه يحدث انه يقول أحب أن تقول أنه جاء بعض التوارج و היא يعتبر ، بوضعOTH أتجاب عن ماجز عليك ل أجل الذي يسلم أن يجب elasticون إمكاني سأكمل صديق له Thanks a model لأنه مالذك يجب عليًا يجب عليًا ل Helena 説 دكات gi fish ن إتعاملت نعمúpك لأخوة الشخصة جذبًا عن البحث laughs أقول لكن��도 هي خريج المشال في القучق الآن ترجعن إلى أخبي الرجبي يس Instead سيحدقه سيقول الواء أنه يفعله في الورق لك في الويك اند خب لكن هو في الويك اند وفي المنزل يترى بيعمل ايه هو هيقول بالعب فيديو ممكن ده سؤال انا مش هينفع انا قدت الويك اند في الريف هنا ده سؤال في الماضي اغتيال الوحيد المنطقي هنا هو الجمنة الاولى كنت ان تسأل زميلك كنت بتعليع لك ماتا ذهب الريف الكلام هنا في الماضي هو هيقول هذا الاختيار الوحيد المنطقي هنا لأن الكلام في الماضي أنت ذهبت في الماضي إلى محل الحلواني لكي تشتري آيس كريم لكي تقول الرجل الحلواني قال لك هذا الاختيار الوحيد المنطقي هنا صاحبك يسألك لكي تشتري ايه اللي انت بتعمله اذا لو او اذا ما كان عندك الم في الرأس ستقول له ايه سأأخذ قرص اسبيرين صديقك يسألك لكي تسألك قسم الأرز والمكارونة والخضروات المجفافة ستقول ايه بحب الجبنة ولا بروح السوبرماركت مع والدي اكيد اول اثنين لا من او اذا لو اردنا جتري مايس مايس هو الظورة تمام كنت تحسين اجتهد لكي تؤذي طالما فيها مشاعر يقول جي فخوا أشعر بالبرد جي في متر مونتو أنا هل بزبالتو ولا هينفعدي ولا هينفعدي وو دمانده أفوت خمي بتسأل صاحبك سكيل فهي كون تيليا دولا بلوي اهل بيعملو عندما يكون هناك مطر يل دي هو هايقول هو هايقول جي بخون من پارا بلوي أخوز مظلة المطر تسأل صاحبك أي رياض الل هو هايقول جدور كون هايقول جدور في التنس أنا أعشق التنس دي تفاصيل صغيرة خبالك منها ووات خمي شعر رائع ذلك لانك دائم صديقك عايز يقضل أجاجة في مكان هذا وو ديت انت هتقل له ايه هايقول له va a la campagne طلما هايق يبقى روح الريف إلى 7h00 المتاح الساعة سبعة الصبح. وانت ما زلت في السرير. يا ترى ممتك هتقول لك ايه? هتقول لك المنبه يكون على الترابيزة. ما لهاش اي معنى هنا. اغسل ايديك اللي هو الغداء. لكن اللي بتبقى الافطار. الغداء يكون جاهز. طب الساعة سبعة الصبح. ايه اللي جاب للغدا هنا? يبقى اول اتنين ملهمش اي معنى. المعنى الوحيدة اللي هنا اللي ممكن تنفع. لا تنم تأخرا. يعني انت ما بتنم تأخر. بالتالي انت بتفضل نام في السرير الصبح وما بتبقاش قادر تقوم. ده الاختيار المنطقي في الثلاث اختيارات. صاحبك بيسألك لماذا تذهب الى البحر. انت هتقول طالما فيها بحر يبقى بوغ فاغ. آآ عندي هنا الغطس. الغطس في الماء. ده الاختيار الصحيح. هنا تسلق الجبال وهنا ركوب الخيل. ما لهمش لازمة يعني. آآ اخوك الصغير يسألك الفشار. سيكوا يطلع. انت هتقول هو فكهة ولا لحمة? طبعا هو بخدوة سيريالية منتج من منتجات الحبوب. لانه بيطلع من حبوب الزرة. بتسأل احد المرة عن مكان المحطة القطار. ها يقول لك امش طوالي. ده الاختيار الوحيد المناسب هنا. صاحبك بيسألك ايه الحيوان اللي بيعيش في زي ما قلنا الحزيرة اللي بتكون بتاعت البط. انت هتقول له ايه? الكلام ده مكرر. البط بيعيش في الحزيرة بتاعت البط. صاحبك بيسألك. لماذا انت بتفضل السينما؟ انت هتقول. انا عايز السبب. السينما تكون اكثر تشويقا وامتاعا من المسرع. ده اختيار منطقي. بتسألها او بتطلب منها الازن في الخروج. انت هتقول لها ايه? ماما جي بي سورتيغ افيك مي زمي يا امي ممكن اخرج مع اصحابي. ده اختيار وحيد الصحيح اللي هنا. صاحبك بيسألك عن امنيتك. انت هتقول له ايه? هقول جو سوات فاير ان ديفيلي دو مود. اتمنى اعمل عرض ازياء. يعني بالنظر لهذه المعطاة. ده الاختيار الوحيد المناسب هنا. انت تكون في الاوتوبيس. سيقول لك. سيقول لك. سيقول لك. سيقول لك ايه? انت نازل في اي محطة او في اي محطة اوتوبيس. طبعا ده في الواحدة الرابعة. سيسألك عن فائدة الكلب. سيقول له ايه? سيقول له ايه? سيتاني مال جاعة دي لفرما. هذا الحيوان يحرس المزرعة. سيسألك لك. انت بتسألك صاحبك الفرنسي. عن التقس او المناخ في فرنسا. سيقول. انا اللي بسأله فانا هقول السؤال. ما حال التقس في فرنسا? سيسألك لك. سيسألك لك. لماذا تذهب للجمناس؟ سيقول لك. طالما الجمناس يبقى تزلق على الجليد. لا. كرة القدم. لا. ما فيش غير باسكت. لازم رياضة تمارس داخل الصلاة. في الاجازة الطويلة او الاجازة الكبيرة. انت عند جدتك في الريف. هي هتقول لك ايه? هتقول لك جمع البيض. مش هتقول لك اعمل واجباتك ولا اروح للمدرس. لانك كده كده في الاجازة. مامتك تسألك. لماذا? انت لا تريد ان تأكل. انت هتقول. جاني بلوفة. لم اعد جوعان. ما باقدش جعان. تسأل بائع. عن سعر منتج. انت هتقول ايه? طالما انا بسأل عن السعر فانا اللي هقول لازم سؤال السعر. اللي هو كم بيان كوت ان كيلو دو تمات. كم يتكلف واحد كيلو تمات. تسأل صديقك. كال موين دو تخنصبور ما وسيلة الموصلات اللي هو بيخدها علشان يعمل رحلة مائية. بحرية او نيلية. طبعا عن اقول له باتو اللي هي المركب او السفينة. اه صاحبك بيسألك سكيلو دو فايغ ايه اللي يجب ان يفعله بو غاية خمبون سنتيه اللي كي يكون في صحة جيدة. انت هتقول له ايه? يعترى ها اول مانجي بكو دي سكر كتير. ولا مانجي دي فريت كول بطاطس محمارة ايديبات ومكارونات. طبعا او لتنضل ببواز الدنيا خالص. الاخيرة هي المنطقية خل خضروات وفواكه تازجة. تسأل صاحبك عن شغفه وهوايته يل دي هو هيقول ايه? سي فوتوغرافيا لنطير هويته تصوير الطبيعة. انت بتسأل صاحبك سكيلو في ايه اللي هو عمله في الماضي. بوغ بخيباري ان فات لكي يعد الحفل عشان يجاهز الحفلة. الدي هو هيقول لازم يقول حاجة في الماضي وليه علاقة باعداد الحفل. انا زهبت الى الحفلة مع اسرتي. جي اكري ام بوست انا كتبت منشور بوغا كنت لفت عشان احكي عن الحفل. ده طبعا بيحصل بعد ما الحفلة بكونت عملة. ما قداميش غير جي استالي لا ميزيك انا نصبت اجهزة الموسيقى. فتسأل صاحبك عن فريقه المفضل. الدي هو هيقول ايه? هيقول انا بشجع فريق مصر. فتتكلم عن مسكن البقرة. البقرة بتسكون فين? فتسأل صاحبك عن فريقه المفضل. هي بتعيش في الاتابل اللي هي حزيرة الابقار. الجملة هي الوحيدة اللي صحيحة. هي حيوان كبير. هي بتعطينا حليب. ما لهمش علاقة. ده مكان المستكن بتاعها. صديق يسألك. عما سوف تفعله? انت. هترد تقول ايه? هقول له اخويا اخويا يذهب الى لسكيت بارك. ما ليش داعب اخويا? جريست اشي مو انا هقعد في بيتي. وا اذهب عند اجدادك. طبعا ما فيش غير الاختيار ده. وكان يفضل ان يكون في المستقبل. لو في تيور بخش. جريست سوف يد عليهم جلك عليهمafarنا. لديهم ك proxim fica في الرسلات. جريست انتها تقول أنا أرسل أسناني تسأل لكي تسأل صاحبك في أي فئة أو في أي تصنيف من الهرم الغزائي نجد الشوكولات طالما الشوكولات ستكون في المنتجات المسكرة صديقك يسألك أين تذهب لكي تأخذ الطائرة؟ أنت تقول طبعا المنطقي عشان أخذ الطائرة سأذهب إلى المطار صاحبك يسألك سوكي الفو عما يلزم أو عما يجب علشان نحضر البيتزا أنت هتقوله إيه؟ أنا بزوان دم باكت دولار فاغين محتاجين علبة أو لفة فاغين دقيق طبعا ده اختيار منطقي رجل يسألك عن البيتزا أنت قرلا أليس الكباز يسألك ماذا تريد؟ هل تريد؟ سأقول أنا أريد ماذا من الخباز؟ أم أن أأكل عيش؟ أو خبز طويل؟ هذا الاختيار المناسب هنا يسأل شخص عن حرفته أو مهنته سأقول ماذا تريد؟ سأقول له ما هي مهنتك؟ هنا يأتي كلمة مهنتك وهنا يأتي كلمة مهنة مذكر ومهنة مؤنف لا تريد مهنة مهنتك تريد مهنة جدية هنا يقول أريد مهنة ثم تريد مهنة تبقى أنت تتعلم على المهنة عن مهنة صاحبك لك تقوله كيف تريد؟ أين تتسكن؟ أين تقيم؟ أين تعيش؟ تريد مهنة لك تتعلم على المهنة يقول يقول الماتشة هيبتدي الساعة السابعة مساء. انت بتسأل احد الزملاء عن منتجات الحبوب اللي هو بيحب ان يأكلها الدي هو هيرد يقول منتجات الحبوب اللي هنا الرز والمكارونا ولا اللحمة ولا الخضروات وهي طبعا ولا لحمة ولا خضروات ما قداميش غير الارز والمكارونا لانها بيكون مصنوعة من الدقيق صاحبك بيسألك من الذي يعمل في الحقل في الغيط في الارض انت هتقول هتقول ايه هقول المزارع يعمل هناك هنا طبعا يحل محل المكان بيعمل في هذا المكان او في هذا الحقل انت بتسأل مدرسك لو دلتا بلان سيكوا يطلع ايه دلتا بلان يل دي هو هيقول هيقول طبعا هي الطيران الشراعي هقول ايه طيران الشراعي جهاز للطيران الشراعي ده الاختيار الصحيح والمناسب هنا تطلب ايه انامي انت تسأل صديق او يل vyك اين يذهب في الويك اينجي هل يقول هيقول جي في او كلوب اذهب الى النادي تطلب ايه ستحبك بيسألك لبخي سكوا البرايري او المراعي العراض الخضراء للرعي تطلع ايه انت هتقول هول سي تن ليه على كمباني هو مكان في الريف تاميخ تطلب ايه ما متك بتسألك كي تون تخن او سكي من يدربك على التزلج على الجليد طالما تزلج على الجليد يبقى محتاجه تسأل باباك 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 الحصان الصغير المهر يقول هو ابن النعجة او ابن الفرسة او ابن البقرة طبعا هو ابن الفرسة باباك انت توصف حالتك المزاجية تقول انت تقول التقصي سيء او عند وقع في ظهري طبعا حالتي المزاجية انا مبسوطة او انا سعيد تسأل امك اين يمكننا الذهاب لكي نشتري فلفل الفلفل الاخضر او الاحمر او الاصفر هي تقول اشتري منه في السوق تدكري انت تصف لزميلتك لرصفة عمل ذهب تقول او اوضح ضع مقدار الزبد مثل المقدار الدقيق للمدين طبيب يسألك quantيته تبع انت تقول او 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 بوado ده لطبع دا الاختيار الوحيد المناسب انا او اتو سألتك عن الأكسسوار المفضل عندك سألتك أنت سألتك سألتك أن أرتدي خواتم من الذهب طبعاً كلمة موجه للبنات الأخرى لا يمكن أن تكون الأكسسوار سألتك أن يمارس الرياضة كل يوم سألتك أن تقول أنه إنه مجرد جيد هذا الرجل نشط جداً وحي ومجرد أنت تكون في موقف الأوتوبيس صديقك سألتك أنت تنتظر أي أوتوبيس طبعاً من الوحدة الرابعة أنت تنتظر الأوتوبي القطار لمدة نص ساعة سألتك أنت وصلت في الموعد أو أنت وصلت متأخر أو أنت وصلت بدري طبعاً أنت وصلت بدري وبالتالي أعدت منتظر نص ساعة لحد ما الأطريق بكده خلصنا فيديو حل المواقف اللي حلنا فيه مية وعشرين مواقف مهمين جداً 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 يعني تقريباً ما فيش امتحان هيخرج برا الأفكار دي أشكرك شكراً جزيلاً وانتظرونا في الفيديو الجاي هيكون فيديو خلاصة القواعد شكراً جداً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة